كيف يحول النرجسي أحبابك إلى أعداء إنهم أعوان النرجسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم أحبائي أتمنى أن تكونوا في أفضل حال فيديو اليوم فيديو الصادم فيديو ستجدين نفسك فيه لأنني سأكشف عن الطريقة الشيطانية التي يستعملها النرجسي والخبيث لكي يستعمل أحبائك الناس الذين تثقين فيهم لكي يحطمك نعم هم يصبحون أعداءك ويصبحون أعوان الشيطان فيديو الصادم لأنني سأكشف فيه الخطة الشيطانية التي يستعملها النرجسي فيديو عليك مشاهدته حتى آخر ثانية لأنه قد يكون أهم فيديو في حياتك لأنك أخيرا سوف تعرفين لماذا لا يصدقك أحد قبل البدء لايك ليصل هذا الفيديو لأكبر عدد من ضحايا النرجسيين وبطبيعة الحال الاشتراك وتفعيل الجرس فمرحبا بكم أحبائي عندما يفقد النرجسي السيطرة أي عندما يبدأ يرى أنك على وشك الانفصال أو أنك بالفعل قد رحلت فهو هنا سوف يلجأ لأعوانه أو لما يسمى بالقروض الطائرة هذا المصطلح القروض الطائرة فهو مستوحى من فيلم شهير في هذا الفيلم فالساحرة المشعوذة الشريرة فهي تستعمل القروض الطائرة لكي تؤذي بطلة هذا الفيلم القروض الطائرة هنا أو أعوان النرجسي هم عائلتك أصدقائك صديقاتك زملائك في العمل إنها الحقيقة إنهم المقربون منك الذين تثقين فيهم أنت الآن سوف تستمين كيف يا كوتش نعمان كيف بإمكان هؤلاء الأشخاص الذين تربيت معهم الذين يعرفونني الذين يثقون فيه الذين أثقوا فيهم كيف بإمكانهم أن يتعاونوا مع النرجسي بكل بساطة لأن هذا الشيطان استعمل معهم نفس التقنية التي استعملها معك في مرحلة قصف الحب أي الإغراء نعم لقد كسب ودهم كسب تعاطفهم لأنه مثل دورا مثاليا لعب دور الشهم البطل الإنسان المتوازن لذلك فهو سوف يستعملهم لكي يسترجعك وسوف يستعملهم لكي يضفي مصداقية على كلامه الآن أختي العزيزة أريدك أن تنتبهي جيدا أن تركزي لأنني سأكشف لك خطوة خطوة الخطة الشيطانية التي يستعملها النرجسي الخبيث لكي يستغل أعوانه هنا سوف نعود للوراء لبداية العلاقة النرجسي بطبيعة الحال قد اختارك بناء على معايير لقد درسك بعناية ثم اختارك والآن بطبيعة الحال الأمور أصبحت رسمية وهنا سوف تقدمينه للعائلة أو لزملاء العمل أو للصديقات ما الذي يحدث هنا؟ النرجسي في هذا المحفل عندما يجلس مع معارفك فهو يبدأ في التركيز على كل فرض من العائلة هو سوف يدرس كل واحد وسوف يختار الأسماء المناسبة له أي الذين هم أكثر عرض للتلاعب مثلك تماما تذكري أنه قلاص أنه بارد أنه يحسب كل شيء هو لا يفعل شيئا بمحضي الصدفة هنا بعد أن يكون لائحة من أعوانه المحتملين سوف ينتقل للمرحلة الثانية ألا وهي اختبار كل واحد من هؤلاء الأعوان أول شيء سوف يركز على الأعوان الذين لديك معهم مشاكل فهنا سوف يأخذ معلومات عنك مثلا إذا كانت لديك مشاكل مع أخت فهو سوف يسجل هذه المعلومات حتى يستعملها لاحقا ضدك وحتى يشوها سمعتك أمان أختك أو العكس لا تنسي أن التلاعب هي صفة مطرصخة في النرجسي هنا أريدك أن تنتبه جيدا لأن النرجسية سوف يختبر كل فرض من هؤلاء الأعوان بهذه الطريقة سنأخذ مثال أمك هو سوف يجلس مع أمك على انفراد وسوف يقول لها ما أروع بنتك إنها تهتم بي إنها تحبني وأنا أحبها لن أجد أبدا إنسانة مثلها هنا بطبيعة الحال سوف يطلق هذه الرسالة وسوف يذهب فما الذي سوف ينتظره هو سوف ينتظر أن تبلع أمك الطعم وأن تخبرك بهذا لذلك فأنت سوف تعودين للنرجسي وسوف تقولين له لقد أخبرتني أمي بأنك بالفعل معجب بي إلى آخره وهنا سوف يعرف أنك متعلقة عاطفيا بأمك وأن أمك هي تستطيع أن تؤثر عليك وأن هناك تواصلا دائما لذلك فهو سوف يضع أمك على اللائحة وبطبيعة الحال سوف يستعملها لاحقا لكي يسترجعك وأيضا لكي يمرر رسائل غير مباشرة ولكن ما الذي يحدث في الحالة المعاكسة أي عندما لا تخبرك أمك بما قاله لها فهنا بطبيعة الحال سوف يمسح مباشرة اسم أمك من لائحة أعوانه لأنه لن يستطيع الوثوق بها التلاعب بها وبالتالي لن يستطيع استعمالها كعون كقرد طائر وهذا سيفعله مع كل فرض من أعوانه كل فرض من عائلتك زملائك في العمل أو صديقاتك هنا أذكرك أختي العزيزة بأن تنزل لخانة التعليق وأن تشاركيني رأيك وتجربتك تعلمين أن خانة التعليق في هذه القناة هي منبر ضحايا النرجسيين بعد أن يتأكد النرجسي من نجاح المرحلة الأولى والثانية سيأتي دور المرحلة الثالثة من الخطة هنا ما الذي سوف يفعله سوف يقلب الحقائق رأسا على عقب سوف يبدأ في إعطاء إشارات سلبي عنك بطريقة مسمومة بطريقة غير مباشرة هنا سوف نعود لمثال الأم الآن سوف يبدأ في إخبار أمك بأنك إنسانة متقلبة عصبية لا تهتمين به تهملينه إلى آخره وهذا سوف يعاوده مرات ومرات حتى يلعب على عواطف أمك وحتى يبرمج عقلها نعم أمك أيضا تقع ضحية التلاعب النرجسي هنا أتكلم عن الأم كمثال قد يكون أي فرد من العائلة هنا النرجسي سوف يبدأ في مهاجمتك بطريقة علانية بصراحة وسيلعب دور الضحية بأنك بالفعل إنسانة غير صالحة إنسانة مهملة زوجة فاسدة نعم سيسمح لنفسك بأن ينعتك بجميع الأوصاف لأن الآخرين سوف يبدون تجاوبا معه لأن هناك رابطا قد حصل بين النرجسي وبين الأعوان نعم هم الآن يثقون فيه للأسف الشديد الآن بما أنك تعيشين الجحيم العزلة لأنك أصبحت وحيدة فسوف تضيقين ذرعا لن تستطيع المواصلة لأنك الآن منهك جسديا وعاطفيا فما الذي سوف تفعلين سوف تلجأين لعائلتك الذين هم أعوان النرجسي وهنا ستكون صدمة عمرك سيواجهون شكاويك باللا مبالات سوف يقولون لك لن تجدي زوجا مثل زوجك إنه شخص متوازن متدين لماذا؟ لأنه قد تمكن من إقناعهم تمكن من لاعب دور الضحية وتمكن من غسل دماغهم أنت الآن لا تستطيعين الوثوق والاعتماد على عائلتك وقد تكون أمك أو أباك حتى أقرب مقرضيك أصبح ألذ أعدائك هنا سوف تدخلين في خيبة أمل كبيرة في اكتئاب هنا سوف يبدأ الطريق نحو الجحيم ولكن أختي العزيزة التلاعب لا يقف عند هذا الحد لا هنا سننتقل لرابع وآخر مرحلة النرجسي بعد أن يتأكد من أن أعوانهم في جانبه وهم عائلتك صديقاتك زملائك في العمل فهو الآن ما الذي سيفعله لماذا أردد دائما أنه شيطان الآن سوف تعرفين ما الذي سوف يفعله سوف يقصد أعوانه أي عائلتك مثلا وسوف يبدأ في كشف الأسرار التي ذكرتها له نعم هذا الخبيث سوف يخلق عداوة بينك وبين عائلتك سوف يظهرك بوجه الشيطان بوجه الخائنة بوجه الإنسان التي كشفت أسرار عائلتها وهنا عندما تقصدين عائلتك فسوف تواجهك بالتجاهل ستواجهك بالاحتقار حتى أنهم قد لا يستقبلونك بالمرة سوف تكتشفين الحقيقة المرة مدى الإيذاء الذي وصل إليه النرجسي حتى ينتقن منك لأن هدفه الأول والأخير هو أن يحطمك وهنا سوف يستعمل أقرباءك أحباءك لكي يحطمك وبطبيعة الحال هو لن يوسخ يديه لأنه قد حطمك بطريقة غير مباشرة أنت الآن لديك مشكل مع عائلتك ولن تجدي مفرا من العودة لأحضاني الخبيث الشيطان بل إن عائلتك سوف تساعده لكي يسترجعك بل وقد يلعبون دور الجواسيس سوف يوصلون أخبارك له وهذا بطبيعة الحال هو أسوأ ما في هذا الأمر لأنك لن تصبح قادرا على الثقة ولو حتى في أمك لأنه قد تلاعب بعقلها لأنها الآن في صفه إنها حقيقة مرة إنها مأساة أعوان النرجسية أختي العزيزة هم من أخطر الأسلحة الذين يستعملهم هذا الشيطان لتحطينك في نهاية هذا الفيديو الصادم أذكر كالعادة أنني أتوجه للمرأة لأنها ضحية لأنها ضحية فقط للتبسيط إذا كنت رجلا أخي العزيز وضحية لمرأة النرجسية ولأعوانها فالأمر أيضا يطبق عليك كما أن هناك رجال نرجسيين هناك أيضا نساء نرجسيات أختي العزيزة إذا كنت ضحية لنرجسي ولأعوانه فلا تبالي لا تقلقي لأن الحقيقة دائما ما تظهر الله سبحانه وتعالى سوف ينصرك ما دام الحق معك إذا أعجبكم هذا الفيديو المرجو وضع لايك مشاركته على أوسع نطاق لتعمل فائدة في الوصف سأترك لكم روابط فيديوهات أخرى لتشاهدوها رابط لتتواصلوا معي روابط صفحاتي الاجتماعية ورابط موقعي الإلكتروني أنتظروا كالعادة على أحرم الجمر آراءكم وتجاربكم في التعليق أسفل هذا الفيديو أنا أتابع جميع التعليق تعلمون أن خانة التعليق في هذه القناة هي منبر ضحايا اللاجسيين في الوصف أسفل هذا الفيديو هناك رقم واتصف لمن يحتاج لاستشارات شخصية معي مباشرة موعدنا بحول الله ورعايته يتجدد في الفيديو القادم وكالعادة أحبائي كونوا سعدا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة